شيكا مهارة شيكا حلاوة قائد الامتصار داخل المستطيل الأخضر وأهم عوامل الفوز في لقاء النهاردة على سموحة بثلاثية مقابل هدف واحد ففوز مهم جدا جدا للملكي لازمالك لأصحاب الفانيلا البيضاء للكيان الأبيض الجميل الناصع ألف مبروك لكل زمالكوية كابتن محمد كامونة أهلا بيك في أول فقراتنا الحوارية الفنية في زمالكوية أهلا بيك يا كابتن خالد وأنا وسود جدا وأن زمالك النهاردة رجع الانتصار التاني وزمالكوية احنا بنتكلم على شيكابالة هو نجم المباراة الأول وقائد دادي الزمالك فأعتقد أن هي حاجة زي ما حضرك قلت أنه هو بنرجع المصار وأعتقد إن شاء الله الانتصار دا يبقى مزيد من الانتصارات إن شاء الله النهاردة مش عجبني النتيجة وبس أو مش عجبني التلاتة وبس لا عجبني الروح الإصرار الرغبة في الانتصار في الانتصار عودة الثقة تركيز فريرة علاقة فريرة بمعاونية علاقة فريرة بالكابتن أسامة نبي علاقة فريرة بأحمد عبد المقصود كلام الجميل الواثق في المكالمة اللي هنستمتع بيها مرة تانية لأمير مرتضى منصور تشعر إن كل واحد زي ما هو قال حتى في مكالمته ينشغل بمسئولياته ودوره المحدد فريرة عارف دوره المحدد إيه كابتن أسامة نبيه إيه كابتن أحمد عبد المقصود إيه تقلق النهاردة للكابتن أيمن طهر في ظهور محمد صبحي على أحسن ما يكون حاجبني جدا واتبسطتي جدا صيف فارو جعفر أحسن لقى في المباراة النهاردة مكاسب عديدة لأبناء القلعة البيضاء طبعا يا كابتن سالد حضرك قلت إن حاسس النهاردة إن الناس الزبالي كان مركز أول من بداية الراجل لغاية اللعيبة اللعيبة الزغارة وحاجة اللي عجباني جدا إن هو بدأ يرجع للطريقة بتاعته القديمة يا كابتن خالي اللي هو بلعب بتلاتة تلاتة أربعة تلاتة وبدأ يحط كل لعيب في مكانه النهاردة شفنا لازم موجود يبقى موجودش كبيرة لأن الخبرة لعب كمية كبيرة جدا من المتشاط لعب دولي ثقة بينه وبين اللعيبة كبيرة جدا بلعب النهاردة محمد طارق لعب كويس جدا لعب الوحة اليمين سريع وقوي جدا حاجة ابني جدا محمد طارق وقاحد ما كاسب مباراة من وجهة نظر النهاردة حاجة كمان جامدة جدا إن هو بلعب واحد ستة اللي هو دونجا وجام به واحد حريف زي سيف والنهاردة السيسي برة يعني كنا بنتكلم وبننتقل قول لأ أنا أصد يا كابتال خالد أنا أصد يا كابتال خالد إن هو حط واحد ستة اللي بيدافع كويس قوي والتاني معلم اللي هو اللي منقل الهجمة اللي بيتور الهجمة وحط شكبالة نحت الشمال وحط عدلته وحط زيزو ولعب الجزيز بالتالي ما تيبقى النهاردة النهاردة لعيب زي زيزو لعيب كويس جدا وعندك شكبالة وعندك سيف جعفر بيدي الكور كلها لسيف الجزيل فسيف الجزيل بيبقى عنده خطورة بقى كويس انت النهاردة الرباع اللي تحت السلاسي اللي تحت الفيرود لعيب الكورة جايب انت جيت فالنهاردة وصلت لجوان كتير برغم ان انت ضيعت ضرب الجزاء لكن جبت ورغم ان انت ضيعت ضرب الجزاء لكن قدرت ان انت تجيب هدف بعدها مباشرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة